فأنا دايما حكتي متصلة بالروح ومتصلة بالقلوب الضارعة وليست هي محض إجراءات وسلوكيات وكذا من أدها دخل الجلاء فإنه على السلام بيقولي في التوثيق ده كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سنع ما يقولي شو أنا أعمل ما هيدي موجودة أنا أنقلها وبدأ بيقع فيه كثير جدا من إخواننا الإعلاميين إنه هو بيحدث بكل ما سمع لا غلط لازم توثق ولازم يكون ليك دور إيجابي ضد الشر ما تقولش إن أنا عايز أعرض الشر وبس وناس تختار طب يا ولنا أنا مثلا في البداية قلت جزء من الخبل اللي هما بيعملوه الستاذ ما تخرجش في نهار رمضان ويمنعوا كلام في التليفون بالنسبة للستاذ هل أنا بالتالي كإعلامي هنا أخطأت بإذننا عرضت أفكار؟ أدم وصفتهم بهذه الصفات ربنا سبحانه وتعالى حاجة الكفر عن الكافرين نعم لكن وصفه بما هو أهله واخد بالك فيبقى أدم انت ليك موقف ضدي لهذا الخبل وسميته خبل ومنون وانحراف وفساد في الأرض ونقول أيها دول بيعملوه خوارج ونجيب أسماءهم يعني علشان مش حتى تتنزل الرحمات ما همش أولاء الله الصالحين علشان نذكر أسماءهم إنما ده توثيق ومن التوثيق ده أن فلان ده قال كذا وفلان ده باطل وكذا إلى آخرين بعضهم مات يدخل الجنة لكنه مفسد في الأرض خلي بالك يعني قضية غفران الله وإدخاله للجنة أمر وكون صلاح هذا الكلام لصلاح الدنيا أمر آخر ولذلك كان الموثقون الأوائل أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والأئمة الكبار كان يقول نحن نتكلم في رجال وضعوا رحالهم في الجنة هو وضع رحله في الجنة بس كان وهو في الدنيا ضعيف الحفظ فكان يجي يقول الحديث يغمط فبنقول ده يا أخواننا ما تاخدوش منه وهيدخل الجنة هيدخل الجنة دي قضية تانية فإذا نحن حتى ما بنحكمش على إن سيد قطب ده في النار لا بس بنقول سيد قطب الكلام بتاعه ده ضلال ومرفوض وهو أما أمره إلى الله حسن البنة ده أمره إلى الله لكنه كلامه أفسد ما أصلحش كلامه خرب مع مرش كلامه انحرف عن المحجة البيضاء ما مشيش معاها حذره الشيخ محمد بن عبد الوهاب الحصافي وقالوا يا ابن دفتنا اللي انت هتعمله ده هتفتن الناس ولكن الظاهر ايه الظاهر حاجة حلوة أو اتباع الكتاب والسنة الكلام بقى اللي هو الكبير اللي هم مش قدوا إنما هم بيشويهوا بيه من حيث لا يدون قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضلوا سعيون في الحياة الدنيا وهم يحسنون أنهم يحسنون صنع إلى هذا الحد وصل هؤلاء الناس ثم إن في نظرية الأجال المتتالية كل جيل بييجي أسخم من الجيل اللي قابلين ساد أطباه قال الكلمتين دول واعترف في لماذا أعدموني بخط إيده قال اللي أنا عملته اللي أنا كنت بأدبر عليه تؤاخذني عليه كل نظم العالم اعترف بخطأه خطأه الفكري لا لا ده اعترف ليه نحن احنا بقولنه طيب يعني أنت هتتعدم دلوقتي عن حق قال آه بس حقكم أنتو أما حقي أنا مع ربي بقى فأنا اللي صح وأنتو كلكم اللي غالط تأخذ بالك كل أنظمة العالم كافرة وكل أنظمة العالم هتدخل الناء وهكذا إن شاء الله شكرا شكرا شكرا